منذ بدايات الحرب في سوريا لجأ العديد من السوريين إلى تركيا هارباً من الصراع الجغرافيا بين البلدين لعبت دوراً محورياً في ذلك إذ تمتد الحدود التركية السورية لأكثر من 800 كيلومتر في المقابل حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغلال ورقة اللاجئين لتحقيق مكاسب عدة داخلياً وخارجياً لكن كل ذلك لم يجد نفعاً على ما يبدو لتحترق ورقة اللاجئين بيد أردوغان فيظهر وجهه الحقيقي الرافض للاجئين وهو ما دفع منظمات حقوقية لإدانة السلوك التركي بهذا الشأن قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه بصفته نصيراً مخلصاً للسوريين خلال أزمة لجوئهم وفتح حدود بلاده لاستقبالهم صورة جميلة قدمها أردوغان عن نفسه أمام الإعلام والمجتمع الدولي لكن في الكواليس يختلف المشهد فابتز أردوغان الأوروبيين بورقة ترحيل اللاجئين السوريين إليهم في حال لم يزيد الدعم لبلاده في ملف اللجوء وبالفعل فتحت الحدود التركية البرية والبحرية على مراحل خلال السنوات الماضية مما أدى لكارثة دفع ثمنها مئات اللاجئين من أرواحهم وداخلياً عمد أردوغان إلى تجنيس مئات الآلاف من السوريين لأهداف انتخابية تصب في مصلحته ومرة أخرى استخدم أردوغان ورقة اللاجئين في لعبة المقامرة على المنطقة الآمنة مع الأمريكيين ومؤخراً بدأ طرد السوريين من إسطنبول تحت ذريعة تنظيم وجودهم في تركيا لكنه في الواقع يسعى للحفاظ على شعبيته ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش تحتجز السلطات التركية السوريين وتجبرهم على توقيع استمارات تفيد بأنهم يريدون العودة إلى سوريا ثم تعيدهم قصراً إلى هناك ورغم نفي السلطات التركية ذلك تؤكد التقارير الدولية أن تهديد اللاجئين بالسجن وإجبارهم على توقيع طلبات العودة ليس أمراً طوعياً أو قانمياً على مدى السنوات الأربع الماضية أغلقت تركيا حدودها مع سوريا وبين أواخر عام 2017 ومطلع عام 2018 علقت إسطنبول وتسع محافظات أخرى إجراءات تسجيل طالبي اللجوء الوافدين حديثاً أما إجراء الطرد الأخير فيعد أحدث نشاط أردغاني في استغلاله ملف اللاجئين السوريين ويؤكد وفق مصادر السورية أن أردغان لا يمكن الوثوق به يضم إلينا من القاهرة رئيس التيار العربي المستقلة دكتور محمد شاكر مساء الخير دكتور محمد شاكر ما هو مصير هؤلاء اللاجئين الآن في تركيا بعد القرار من أنقرة بداية مساء الخير وأهلا بك أهلا بك طبعاً جميع القوانين الدولية وجميع القوانين التي رعت الوضع القانوني للاجئين يتعارض مع الإجراءات التي تقوم بها حكومة أردغان أو حزب العدالة والتنمية لأسباب كثيرة يعني نحن كما استعرض التقرير الذي تفضلتم به ووضوح كامل لاستثمار البراغماتي التركي في مسألة اللاجئين بدءاً من محاولة تدويل الصراع في سوريا يعني هناك مراحل معروفة ونحن متابعين لها ونائب من منطقة حدودية منذ نصبت الخيام قبل أن تتدفق موجات اللاجئين مروراً بالاستثمار بملف الهجرة وأحد الاستحقاقات التي قامضها أردغان هي 6 مليار دولار يعني بشأن اللاجئين ومن ثم أيضاً أنا ما أسميها الهجرة العكسية وهي إدخال المتطرفين عبر الحدود التركية لتدويل الصراع أكثر ثم جاء الإنقلاب الأكبر يعني الاشكالية والوضوح البراغماتي والاستغلال الواضح يعني في الصراع السوري يعني منذ شهرين في نيسان ظهر أردغان يتحدث عن المهاجرين والأنصار لكنه مؤخراً منذ أيام وفي اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتأمين تحدث عن آليات عودة اللاجئين إذن هناك تضارب وتحدث أعضاء حزب دكتور محمد شاكر لو سمحت لي هناك من يعطي تبريرات لأردغان بسبب هذه الإجراءات خصوصاً وأن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد يعني جعلت من وضع إسطنبول يعني وضع غير مستحب بالإضافة إلى أنه طلب من هؤلاء اللاجئين تسجيل أسمائهم يعني ألا تعتقد بأن الأمر تنظيمي أكثر مما هو سياسي؟ لا هو بالتأكيد هو سياسي وتنظيمي سأتحدث بالمنحيين سياسي أولاً هو جاءت بعد اجتماع اللجنة المركزية التي قلت لك لحزب العدالة والتنمية تحدث يعني عادة تقييم الانتخابات بعد خسارة بلدية إسطنبول هذا من ناحية من ناحية ثانية أيضاً جاءت بعد صفقة الإس أربعمية مع الروس التي تتعلق أيضاً بمصلحة الروس في عودة اللاجئين وجاءت أيضاً بعد الحديث عن المنطقة الآمنة التي يصر عليها أرديغان وهي بالتأكيد احتلال لأرض سورية واضح يعني وانتهاك للأراضي السورية وتعيق مسألة العملية السياسية هذه من ناحية السياسية من الناحية القانونية والداخلية التي سألتني عنها الإشكالية بأن وضع الإقامة التي تمنحها تركيا للسوريين أو ما تسمى بالكملك والتي لم تطبق إلا على السوريين هي ليست لها أي وضع قانوني باللاجئين لأنها هي مزيج من الضيافة ومزيج من اللجوء لذلك لا يوجد بلد بالعالم ولا يوجد قانون في العالم يعطي حق الإقامة المؤقتة في بلد واحد السوريين أول ما دخلوا دخلوا في المناطق الحدودية ولكن انتقلوا فيما بعد إلى اسطنبول وإلى المناطق الأخرى بحكم استثماراتهم السوريون يملكون 15 ألف شركة السوريون نقلوا البطالة حزب العدالة والتلمية تحدث عن السوريون تاجروا بمسألة السوريون كانوا سبب البطالة لا أبدا والدولة التركية وإحصائية الدولة التركية اسمح لي فقط الرقم هذا تفضل تفضل تشير في العام 2011 كانت نسبة البطالة في تركيا 9.9 هذه بإحصائات الدولة التركية الآن نسبة البطالة 14% عفوا في العام 2011 الآن ومنذ العام 2015 نسبة البطالة 9.9 إذن ليس هناك حج لحزب العدالة والتلمية بهذه الإجراءات هذا من ناحية ولكن دكتور اسمح لي فقط نقطة لابد أيضا من الإشارة للمشاعر المعادية من قبل الأتراك يبقى ما يلاحظها الشخص في وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام يعني هاشتاغ بشكل واضح معادي للاجئين السوريين في تركيا فالأمر بالنهاية لا يتعلق فقط بسياسات الدولة التركية هناك رأي عام أصبح معادي ولديه مشاعر كراهية يعني إن جزز العبارة تجاه اللاجئين ما رأيك؟ اسمحي لي أقول لك أنا لا أتفق مع هذا الرأي لماذا؟ لأن السوريون منذ العام 2011 موجودون بتركيا ولكن ما جرى هو خلال الطرح لاجتماع حزب العدالة والتنمية قدموا بأن وروجوا من خلال مكانة إعلامية بأن الشارع التركي لديه مشاعر سلبية تجاه السوريين من صنع هذا الرأي العام تجاه السوريين وبالفعل قوم الكثير من في كل بلد هناك يعني متشددين وهناك يعني من يدافعون عن رؤى معينة لذلك هذه المكانة الإعلامية التي صنعها حزب العدالة والتنمية سواء بنسب البطالة سواء بالأوضاع القانونية الغير السوريين سواء حتى أغلقوا المحلات التي تضع عنوين عربية هذه المكانة التي أسست للمشاعر السلبية عند الإتراك كانت من صناعة حزب العدالة والتنمية ذاته وإلا لماذا كانت هذه الحملة بعد خسارة حزب العدالة والتنمية لبلدية أسطنبول يعني العملية واضحة هي عملية سياسية بالداخل وأيضا هناك مسألة مهمة يعني لا أدري اتفاقية الأمم المتحدة التي وضعت الوضع القانوني للاجئين عام 1950 وضعت بشكل واضح يعني حزب العدالة والتنمية منذ البداية كان يدرك بأنه يستعمل ورقة اللاجئين ورقة سياسية والدليل على ذلك أنه لم يعطي أوضاع قانونية على الصعيد كما يحدث في أوروبا وكما يحدث حتى في كثير من الدول التي لجأتها السوريون يعني أعطاهم الكملك ليس له أي وضع قانوني الكملك الذي يموني حملة الدولة التركية وهذا يخالف بشكل واضح حق التنقل التي أعطته معاهدة 1950 لحقوق اللاجئين التي فرضتها الأمم المتحدة وأيضا حتى الأوضاع القانونية لا يحق هذا حق للاجئ دخوله بوضع غير قانوني أيضا لا يجوز أن يتم ترحيله أعذرني فقط على المقاطعة شكرا جزيلا محمد شاكر رئيس التيار العربي المستقل من القاهرة شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في ردار الأخبار